قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وذلك بسبب قرار ماكرون منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريبا في فرنسا للمزيد ينضم إلينا من باريس الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور جون بير ميلالي سيد ميلالي مرحبا بك معنا دعني أبدأ معك من السؤال ما حجم الأزمة الموجودة حاليا بين تل أبيب وباريس مساء الخير وشكرا على الاستضافة الحجم غير معروف ولكن من الواضح أن الأزمة تتزايد وتتفاقم أسبوع بعد أسبوع ومثل ما ذكرتم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو لا يتردد في زيادة الضغط على الرئيس الفرنسي عشية مؤتمر دولي لحاجة الجهود الدولية من أجل إنقاذ سكان لبنان ومن أجل محاولة إعادة السيادة اللبنانية إلى قاعدتها فهذا يدخل في السجال الذي عرف عدة مراحل منها النقاش حول شرعية إسرائيل لأنها أسست من قرار الأمم المتحدة بعد أن قصفت الإسرائيليين مواقع من اليونيفيل هذا يدخل في هذا الإطار الحرب الكلامية ليست الآن فقط حرب كلامية ولكن الأهن تلعبيب تتحرك قانونيا ضد ماكرون لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في هذا المعرض كيف يمكن أن تتحرك إسرائيل قانونيا ومتى بعد ذلك على فرنسا طبعا محاولة قانونية من هذا القبيل أولا تأخذ وقتا طويلا والأحداث تتسارع في الشرق الأوسط لقد سبق حادث من هذا النوع السنة الماضية ولكن يمكننا أن نلاحظ أن المشاهد تتغير بسرعة في الشرق الأوسط عنوانها أن التفوق الإسرائيلي العسكري سمح لهذه الدولة مكاسب تكتيكية مفاجئة أو مهمة ولكن يبقى الاستراتيجية العامة غير واضحة لذلك أولا هناك الموقف الفرنسي ولكن تسانده إيطاليا بعد الهجوم على جنود إيطاليين من اليونيفيل وكذلك تصريح جو بايدان الذي أعطى توقيتا لزيادة المساعي الإنسانية باتجاه غزة ومباشرة فتح الإسرائيليون معبرا جديدا لإدخال المساعدات هذا دليل على أن رغم غطرست الرئيس الوزر الإسرائيلي يفهم خطورة الموقف طيب وهل من الواضح أن ماكرون لديه وسائل ضغط قوية على نتنياهو لوقف حروبه سواء في لبنان أو في غزة أم تحركات ماكرون محدودة التأثير من لا يجرب لا يعرف بهذه البلبلة وبهذه الفوضى القائمتين في لبنان كما في غزة من لا يجرب لا يعرف حدود قوته أظن أن الرئيس ماكرون بمتابعته لهذا الملف منذ أشهر بل منذ سنوات يعرف حق المعرفة أن عليه أن يلعب دورا في هذه المناسبة المهمة بعد أولا سنة ونيف من القتال الشريس في غزة مع خسارات بشرية هائلة في غزة والآن في لبنان وبعد قطع عنق حماس وحزب الله إذن لذلك يحاول على ما يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي إزعاجه بطرق شدة منها الهجومات الإعلامية ومنها هذه الدعوة التي لا محل لها في الظروف الحالية وهي بدون جدوى على فكرة ولكن من آلات الضغط لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي طيب إلى أين يمكن أن تتطور هذه الأزمة بين باريس وتل أبيب يعني كان هناك تلاس كلامي تحدثوا وتراشقوا في التاريخ ثم الآن منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض في فرنسا إلى أين يمكن أن تنضي هذه الأزمة بين الدولتين برأيك أظن أنها تأثيرات سطحية بين البلدين لأن تصرف الرئيس الفرنسي لا غبر عليه هو صرح مرارا وتكرانا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إلى آخره ولكنه لاحظ أن لفرنسا إمكان الدخول في المدمار الدبلوماسي من جديد ولذلك طرح مؤتمر دوليا عندما القيادة الأمريكية موجودة لا شك في ذلك ولكن ليس هناك على الأفوق إلا نهاية عهد بايدن وفترة بدون قيادة حقيقية حتى بداية السنة المقبلة فلذلك يتحرك الرئيس ماكرون خاصة وأنه مر بمرحلة صعبة داخليا فالمدمار الدبلوماسي يمكنه أن يكتسب ربما برعوناق جديد لنهاية عهده الرئاسي شكرا جزيلا لك دكتور جون بير ميلالي الكالاكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من باريس شكرا لك هدد وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر إلي كوهين بتصفية كل من سيخلف يحيى الصنوار على رأس حركة حماس ودعا كوهين محتجزي الرهاء في غزة إلى إطلاق صراحهم مقابل الحفاظ على حياتهم مهددا بملاحقتهم مع عائلاتهم في حال لم يفعلوا ذلك وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه لا حصانة لأحد في طهران من ناحية أخرى قالت حركة حماس إنها تمتلك مؤسسات ولوائح داخلية تمكنها من ترتيب أوضاعها الداخلية مهما كانت صعوبة الظروف المحيطة وبحسب عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران شدد على أن الحركة اتخذت قرار الذهاب إلى السابع من أكتوبر تحت قيادة يحيى السنوار حماية للقضية الفلسطينية وأكد المسؤول في الحركة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمينة هو المعطل العساسي لجوالات التفاوض غير المباشر أفدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الشباك الإسرائيلي رونين بار بحث مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة سبل إحياء المفاوضات بشان سفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس شكرا